مرحبا بكم احبائي مرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنحضر معكم واحد تورتة اللي رائعة جدا بسيطة وممكن اي واحد يحضرها بواحد الجينواز اللي يجي ناجح وبمكونات بسيطة كانت منى كاملين تتبعوا معي المرة حيل وطريقة دي للتحضير وكانت منى لأول مرة يشاهد القناة ديالي ميب خشالية ويدير جيم ويشترك في القناة وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم وكانت منى تشوفوا المزيد والمزيد من الوصفات في القناة ديالي وكانت منى ترخكم الوصفة ديالي وما وغير جربوها ان شاء الله سنجح معكم من اول مرة كيف مما كتلاحظوا هذا من مكونة اللي سنحتاجوا اول حاجة عندي هنا سنحتاج تقريبا 150 جرام ديال السكر الخاشين والسكر سانيدة وغادي نحتاجوا واحد الكيس ديالفاني ولا كيس ديالفانيلا وهناي غادي نحتاجوا واحدة العشرة ديالبيضات اللي غادي يكون حجم متوسط وهناي من طبيعة الحال غادي نحتاجوا الدقيق عندنا 350 جرام ديال الدقيق وعندنا 100 جرام ديال الناشا اول حاجة غادي نديروها غادي نوضعو البيض غادي نوضعو البيض كامل غادي نوضعو عليه 150 جرام ديال السكر وغادي نطربو المكوينة ديال نحتي ضعف الحجم ديالهم وغادي نحصلو على واحد الكريمة كيفما كيبال لكم اللي كتكون عاقدة ومن بعد كنناخدو الدقيق كنديروه في واحد السفايا ولا في واحد الغربين وكننبقاوه وكننغربلو شوية بشوية ما لا استمرار في التحريك كنحاولو نطلعو من تحت الفوق هكذا ما كيتفشلين البيض ديالنا كيفما كنت لكم قبيلة كنحتاجو 350 جرام ديال الدقيق و 100 جرام ديال الناشا هادا كالناشا كيساعد العجين ديالنا باش يكون خفيف ولا طرطة ديالنا تكون خفيفة من بعد مدمجنا البيض والدقيق هادي نوضعو في واحدة الصينية ديال الفرن اللي غلفتها بورق الفرن غادي نحطو طرطة ديالنا ولا الكيكة ديالنا طيب حتى كيتحمر لون ديالها ومن بعد غادي ندوزو نحط رسيرو باش غادي نسقيو الكيك ديالنا اول حاجة هنا هايا غادي نوضعو غادي نوضعو جوش كيسان ديال السكر وجوش كيسان ديال الماء غادي نخليوهم يطيبو حتى نحصلو على واحدة السيرو اللي غادي يكون شوية دقيل من طبعه الحال اللي بغي يعوض هاد السكر ولا هاد السيرو اللي بغي يعوضو بش نوع ديال العاصر ولا عسل البرتوقل على حسب الرغبة ديال كل واحد فيكم ولا ممكن تسقيو بالحالي كيف ما غادي تشوفو معي ان شاء الله غادي نسقي الطرطة الطبقة اللولا غادي نسقيها بالسيرو طبقت دنيا غادي نسقيها بالعاصر وده بغادي ندوزو نحضروا الكريمة اللي غادي نحتاجوها في هذا الطرطة ديالنا غادي ندوزو كريمة باتيسير غادي نحتاجونا جوج معالق قبار ديال الناشا وغادي نحتاجو جوج ديال البيض ولا جوج حبة ديال البيض كيس ديال فاني وغادي نحتاجو جوج ملاعق ديال السكر الخاشين ولا سكر سانيدا وهنايا غادي نحتاجو نصف لتر ديال الحاليب غادي نديرو الحليب ديال نيطيب بتما نوجدو المكونات الخرين غادي نديرو الحليب ديال نحتاجوه وطلع فيه الغليا هنايا غادي نوضعو البيض غادي نوضعو السكر وكيس ديال الفاني غا نوضعو النشا ديالنا كيف ما تقدروا تعوضو النشا بالدقيق يعني لما بيتوش النشا تقدروا تعوضوه بالدقيق لحساب الرغبة ديال كل واحد غادي نطربو دكا المكونات ديالنا جيدا بدما يغنلنا الحليب ديالنا غا نطربوهم جيدا ومن بعد كننضيفو الحليب غليان شوية بشوية ما تضيفوش الحليب مرة وحدا هاكده ما غاديش يطاب لكم البيض ديالكم وترجع لكم من الكريمة ما نجحاش من بعد مخلطنا المكونات غا ردوهم في الإناء وغادي ردوهم على النار حتي عقادو مع الاستمرار في التحريك من طبيعة الحال ما كدحتش بزر ديال الوقت بشطيب من بعد ما غادي تعقد لنا الكريمة ديالنا غادي نضيفوه حد القطعة ديال الزبدة تقريبا واحد ملعقة كبيرة وغادي نخليوها على جنب حتى تبردلينا وكيفما كيبال لكم هادي الكيكا ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن كدي واحد الكيكا اللي يرتبوه ناجحة انا هنا يا الكيكا ديالي قسمتها على ثلاثة غادي نضيرها ثلاثة طباقات ومن بعد غادي نحتاجوا الكريم شونتي هنا يا انا عندي الكريمة السائلة غادي نطربوها حتى كيتضع في الحجم ديالها وكيتعقد لنا من بعد غادي ناخدو هاد الكريمة غادي نقسموها على جوش نصف ديال الكريمة غادي ننضيفو عليه واحد شوية ديال الكريم باتيسير اقدر كنحصلو على واحد الكريمة اللي يلديل جدا وكاتجي خفيفها وكا نبقو كنتربوهم حتى كيندمجوا مع بعضياتهم كيفما كتلكم هاد الكريمة اللي كنديرو فيها الكريم باتيسير والكريم شونتي كاتجينا واحدة لدن اللي مختلفة ورائعة جدا ومن بعد كيفما كيبال لكم هادا والسير واللي وجدنا من قبل غادي نسخوا به الكيك ديالنا كيفما كتلكم قبيلا تقدروا تستبدلوه باي نوع ديال العصر اللي بغيتو ولا بعصر ديال البرتوقال وممكن تديرو حتى الحليب كنعتادر لانني كنزرب لكم في المراحيل هكدا غادينا نختصر شوية في المدة ديال الفيديو من بعد ما سقينا الكيك ديالنا غادي نوضعوا الكريمة اللي خلطنا فيها الكريم شونتي والكريم باتيسير هديك الكريم شونتي غادي نحتاجها غير في الاخير هديك يباش غادي نغلفوا التورت ديالنا وغادي نوضعوا الطبقة الثانية ديال الكيك كيفما كيبال لكم ان هنا يضفت شوية ديال العصر وغادي نوضعوا الطبقة الثالثة ديال الكريم شونتي والكريم باتيسير مع الكريم شونتي وغادي نوضعوا الطبقة الاخيرة ديال الكيك غادي نسقيوها كيفما كيبال لكم طبقة الاخيرة كنوضعوا غير الكريم شونتي بوحدها هي باش غادي نغلفوا التورت من الفوق غادي نحاول نقدو الوجه ديال التورت كنحاول ما امكن كيفما كيبال لكم هنا يغادلنا نزوق بالفرمبواز بالعينبية على حساب الرغبة ديال كل واحد ممكن تروح تالفرز وهنا غادي نحتاجو واحدة شوية ديال الشوكولات التايب كيفما كلكم تزيين كيبقى اختياري ديال كل واحد فيكم انا هنا يدرت اخطط ديال الشوكولات من الجوانب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غادي نوضع اشكال ديال الكريمة من الجوانب كيفما كلكم تزيين كيبقى اختياري كنحاولو نزوقو بدوك الفواكه ديالنا وهذا الشكل نهائي كيفما كبال لكم درتا تشيبس ديال الشوكولة ودردوك الفواكه من الواسط وبدوكوا الوريقة ديال نعناه وتزين كيبقي اختياري ديال كل واحد فيكم كنتمنى الوصفة ديالي وما تكون رقدكم وعجباتكم وغيش جربوها ان شاء الله ما قديش تندمو عليها وما تنسونيش بالتعاليق وبلي لايك ديالكم وصلت معكم نهاية الفيديو سنتمنى لقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبلة وكنتمنى تابعوني دائما في المزيد والمزيد من الوصفات وصلت معكم نهاية الفيديو سنتمنى لقاكم بخير وعلى خير في الصفات مقبلة وبسلام وفصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة